بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى الأمجد بالزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زلنا معكم في كتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني ووصلنا إلى مبحث الصلاة إلى الفصل الثالث في القيام إلى المسألة خمسمائة وخمسة وتسعين يقول المصنف إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء كان متقدما زمانا أم متأخرا إذا دار عندي هذا الأمر بين الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق ماذا نصنع كما لو دار الأمر أن يقوم حال القراءة أو أن يقوم قبل الرقوع فهو يتمكن بالقيام في جزء واجب فيقدم القيام الركني على غيره إذن إذا صار عندي في هذه المسألة دوران مثلا بين أن يقوم للقراءة أو أن يقوم للقيام الذي قبل الرقوع فهو يتمكن بالقيام في جزء واجب أيهما نقدم مما لا شك فيه أن الذي يقدم في المقام والذي يحكم في المقام هو القيام الركني على غيره ولا فرق في ذلك سواء كان القيام الركني متقدم زمانا أم متأخر يعني هنا لا تقع الشبهة أو الاشتباه عند البعض يقول نعم نقدم القيام الركني إذا كان متأخر زمانا يعني وليس متقدم زمانا بمعنى أنه صار في فاصل نقول لا هنا لا فرق وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا سواء دار الأمر بين قيامين واجبين أو دار الأمر بين قيامين ركنيين الآن هذه المسألة جدا بدأ التفات في المقام في النقطة الأخيرة من المسألة في هذا المقام يوجد صورة إلا إذا دار الأمر بين القيام وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا مثل شو فإلا إذا دار الأمر فيقول وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا سواء دار الأمر بين قيامين واجبين أو بين أو دار الأمر بين قيامين ركنيين فإذا في هذه المسألة في غير هذا المورد دائما سواء دار الأمر بين قيامين واجبين أو بين قيامين ركنيين يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر ماذا بين القيامين الركنيين يعني بين القيام حال التكبير وبين القيام المتصل في الركعة الأولى والقيام المتصل بالركوع نقول عندي قيام للتكبيرة وعندي القيام المتصل بالركوع وهون شو صار عندي قيامان ركنيين في المقام فإنه يقدم الثاني يعني شو فيقدم المتصل بالركوع لأنه مقوم لحقيقة الركوع في هذا المقام إلا إذا دار الأمر شو قال المصنف بين القيام حال التكبير والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني يقدم الثاني لماذا يقدم الثاني يا عزيزي؟ لأن هذا القيام هو مقوم لحقيقة الركوع فإذا دار الأمر بين قيامين متصلين بالركوع كما لو دار الأمر بين القيام المتصل في الركعة الأولى والقيام المتصل بالركعة الثانية فيقدم القيام المتصل للركعة الأولى أيضا سورة أخرى يقول إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني لأنه مقوم لحقيقة الركوع طيب فإذا دار الأمر بين قيامين متصلين كما لو دار الأمر بين القيام المتصل في الركع الأولى والقيام المتصل في الركع الثانية وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إذن في هذه الصورة الثانية نقدم القيام المتصل بالركعة الأولى على القيام المتصل في الركعة الثانية هذه بالنسبة يا أحبائي لمسألة 595 مسألة 596 أيضا هنا يأتي إلى جبلة من المستحبات المصنف وبالنسبة للقيام فإن شاء الله نقرأها ونعلق عليها تعليقات خفيفة ثم ندخل فيما بعد في الفصل الرابع في القراءة ونعطي مقدمة عن هذا الأمر يستحب في القيام إزدال المنكبين وإرسال اليدين يعني ليس يتكتف ويرفع إيده ويحط إيده إزدال اليدين ووضع الكفين على الفخذين يعني حال وقوفه أن يقع أن يكون الكفان على الفخذين الإنسان واقف على الفخذين قبال الرقبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى يوقف ويستحب يعمل هذا المستحب ويقف أكيد حال قيامه هو واقف فيضع مثلا يد على شمال يد يعملون لا واضح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى يستحب في القيام إزدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الرقبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ووضع أصابع الكفين أيضا ووضع أصابع الكفين مش أنه واحد يحط إيده ورافع أصبيعه وأن يكون نظره إلى موضع سجوده هذا المكلف وأن يكون نظره إلى موضع سجوده هذا هو حال وقوفه نفترض أن السجدة هنا مكان السجود في الأمام يكون بهذا الشكل واقف هكذا ينظر مؤمناته والطراصه إلنا يستحب رفع العنق ينظر إلى مكان سجوده وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قضميه متحاذيتين يعني مو قضم هاك وهاك مو مش عم يتحضر لا يركض أو لا يمارس بعض أنواع الرياضة بايسيكل ومشابه لا أن تكون القضم اليمنى بمحاذاة القضم اليسرى بهذا الشكل يا عزيزي مستقبلا بهم القبلة لا مو هاك جريه هذي ركزوها من مستحبات الصلاة أنه يكون القضمين يعني ظاهر هذا القضم لأطراف الأصابع باتجاه القبلة مو موقف ليون هاك عمل ليون مثل ضابل يو لا هل عنده تشوه خلقي الذي لا يستطيع هذا بحثتين نحن نتكلم في الحالات الطبيعية لأموم المكلفين أن يكون القضمين بهذا الشكل لا هكذا كثير من الناس يقف برجليه هكذا يجب أن يكونوا هكذا ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات يعني بباعد بنجراب مقدار ثلاث أصابع هذا المقدار يكون هذا البعد مثلا ما بين الرجلين الرجل اليمنى واليسرى هو إذ أو أزيد إلى شبرين كما قلناه وأن يسوي بينهما في الاعتماد فلا يعتمد على واحدة دون الأخرى وأن لا يكون حال الخضوع وأن يكون على حال الخضوع والخشوع طبعا بدوا يعتمد عليهم اثنيناتهم مش واقف هو على وحدة كل تقلوا صايرت تقل الجسم على ها وهديك يدوب ملمس الأرض فقط ملمسة يعني وكأنه عما يتضرب بنفس الوقت عما يمارس رياضة معين لا لا بد أن يكون الاعتماد على كليهما وأن يكون على حالة من الخضوع والخشوع فإنه قيام عبد فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل إلى هنا انتهى القيام فصل في الفصل الرابع نشرع به إن شاء الله ببركة الآل من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ونبدأ في القراءة يقول يعتبر في الرقع الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب ويجب على الأحوة لزوما في خصوص الفريضة قراءة صورة كاملة بعدها الآن إن شاء الله هذه مسألة جدا مهم القراءة ولا بأس أن نعطي مقدمة موجزة بخمس دقائق عن هذا الأمر لا إشكالة ولا خلافة أيها الأعزاء بين أهل القبلة أي المسلمين عامة في وجوب قراءة القرآن في ركعتين الفاجر وكذا في الركعتين الأوليين من سائر الفرائد الثلاثية والرباعية كما أشير إليه في القرآن الكريم إذن لا إشكال ولا خلاف بين أهل القبلة في وجوب قراءة القرآن في ركعتين الفجر وفي الركعتين الأوليتين من سائر الفرائد يعني ظهر عصر مضرب عشاء صبح الثلاثي والرباعية كما أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه نعم فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن الكريم إذن الظاهرة في الوجوب بعد الاتفاق على عدم الوجوب في غيرها طيب هذه أول نقطة كما لا خلاف أيضا يا أعزاء في تعيين تلك الكراءة في سورة الحمد خاصة يعني الركعة أطول السورة الأولى التي تقرأ فاتحة الكتاب وقد قام عليه الإجماع والتسالم وقد نقل البعض بل أن هذا الأمر لشدة نقله بين المسلمين أصبح من الأمور والروايات المستفيدة والأخبار المستفيدة بل المتواترة من الأصحاب بل من سائر فرق المسلمين عاما ولم نرى فيه مخالفا أبدا بل لعله يعد من أوضح الواضحات والضروريات التي لا يعتريها شك ولا ريب هو أنه يجب أن نقرأ القرآن في الفرائد وفي ركعتين الفجر أن نقرأ فيها يعني قصدنا نقرأ القرآن الكريم وأن يفتتح دائما الصلاة بفاتحة الكتاب طبعا بعد تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة بها وأيضا من الأمور التي يمكن أن يستدل عليها في المقام لتقوية ما نحن عليه من الأمر سيرة المتشرعة بين المسلمين هذه سيرة فإن المعهود منهم والمتعارف بينهم سالف عن سالف وكابر عن كابر الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات وهذا السيرة وهذا السيرة وهذا الالتزام ليست مجرد عادي وتقاليد مشينا عليها ليس هذا المقصود نعم أمون لحالها إنما هذه سيرة متصلة بالمعصومين بسيرة المعصومين بسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم ليش لأن السيرة لوحدها عمل خارجي لا لسان له فكيف نستدل على صحتها مجموعة من القراء طبعا وهذه السيرة طارة نحن منقول سيرة منضاط من الشارع متصلة وأخرى كيف نشوف صحتها لما نشوف معبوضة ومدعمة بكم هائل من الروايات المستفيدة بل والمتواترة بين الفريقين صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله تبارك وتعالى فرض الرقوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدان أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه إذن يقول من تعمد أن يترك الصلاة شو تبطل هذا الصلاة شو دليل على أن الصلاة عفوا القراءة واجب في الصلاة وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن من ترك قراءة القرآن ما حاله شو حال شو وضع صلاة قال إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس لا فمن هون استفيدوا القراءة من الواجبات التي انتركت عمدا ماذا بطلت الصلاة فهذه الأخبار بشكل عام قد البعض يقول لنا انتو عم تركزوا على صورة الفاتحة تهلنا مع هذه الأخبار اللي عم تجيبوها تدلوا بصريحة العبارة على وجوب قراءة القرآن وهي تتصرف من إلك صحيح هي بتدل على عموم قراءة القرآن ولكن تتصرف وتشير لها طريقية وإشارة إلى العنوان المعهود المتعارف بين المسلمين والذين عقدت عليه سيرة أهل القبلة من أنهم يقرؤون فاتحة الكتاب وتدل أيضا عليه بعض الأخبار المؤيدة في المقام المصرحة بوجوب وخصوص قراءة سورة الحامد صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة بضميمة قوله عليه السلام في الذيل يا حماد هكذا صلي الظاهرة في الوجوب وهذه وردت هذه الرواية في الوسائل الباب الخامس الوسائل الجزء الخامس صفحة 459 باب أفعال الصلاة الباب الأول حديث رقم واحد فأيضا هذه من الأمور يجب أن تلتفتوا إليها وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته يعني هذا لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات شو يعني سواء كانت وظيفة الرجل الجهر كما في المغرب والعشاء والصباح أو الإخفات كما في الظهر والعاصر الواجب في الظاهر والإخفات من الصلاة الواجبة وبعض الصلوات الأخرى أن يأتي بقراءة فاتحة الكتاب طبعا هذه الروايات ما حدا يجي يلعب ويصير يشكك الشاب المسلم أو بعض المتفلسفين الآن الطالعين نحن نفهم الروايات ولسنا بحاجة لفقيه أو عالم أو مرشد وبإله هذه الروايات ما عينت موقع صورة الفاتحة هذه آلة عموم صورة الفاتحة لماذا لا تقرأها في الصورة الثانية البعض هك ديرجي ديرجي موضة التندر في الروايات والاستحسانة صحيح وإن لم يصرح الإمام فيها بموضع القراءة ولكن معلوم بالخارج بالإجماعي والضرورة والصيرة والسيرة بل وصحيحة حماد كما مر أنه مورد افتتاح الصلاة يعني أول القراءة بالحامل وموثقة سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع يعني ما فات محلها لم يدخل في جزء آخر فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها أي الفاتحة في جهر أو إخفاد فإنه إذا ركع عزأه إن شاء الله تعالى وهذا الرواية واضح جعلت مكان صورة الفاتحة في الركحة الأولى قبل الركوع يعني بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية واضح بعد الركوع وفي غيرها من الصلوات وصحيحة منصور بن حازم قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوب بأقل من سورة ولا بأكثر فإن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة كاملا في هذه الرواية أيضا وصحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال الإمام نعم قلت وإذا قرأت فاتحة الكرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الصورة قال نعم وانتهى في المقام هذه المقدمة المنهاج نعود إلى هذا المنهاج في القراءة لنأخذ شيء قبل المسألة سبعمية ونحاول نأخذ هذه المسألة قبل مسألة خمسمية وتسعة وسبعين إن شاء الله ونحاول أن نأخذ المقدار الذي نستطيع فيه مع الوقت يقول يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة ماذا يا أعزائي فاتحة الكتاب فلا تصح الصلاة كما تعلمون وكما بينا في المقدمة من غير فاتحة الكتاب العزيز ويجب على الأحوط لزوما الإتيام بصورة في خصوص صلاة الفريضة مضافا إلى فاتحة الكتاب يعني يجب علينا بخصوص الصلوات الواجبة بعد أن نأتي بفاتحة الكتاب صورة الفيت حال معروف بين المسلمين أن نأتي بصورة أخرى بعدها وأن تكون هذه الصورة صورة كاملة نعم يعني بعد فاتحة الكتاب ووجوبها يكون فاتحة الكتاب لا ولا يجوز الطبعيد من الصورة يعني حالا يجي يقول مثلا فاتحة الكتاب بقرأ لي مننا مثلا من الصورة أي أو أي أو أكثر من أي ويكتفي بذلك فلا بد أن يقرأ صورة كاملة بعد قراءة صورة الكتاب ولا يجب له ثلاث أربع مثلا آيات مثلا من صورة الدخان أو يجب من صورة الجمعة ست آيات وهكذا لا إن أردت أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب لابد أن تقرأ صورة كاملة فيجب الإتيام بصورة كاملة ولا يصح الطبعيد في الفريضة ولا يوجد احتياط في صلاة النافلة وإنجاز الطبعيد في صلاة النافلة فصحيحة علي بن يقطيم في حديث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن طبعيد الصورة فقال أكره ولا بأس به في النافلة قال في الصلوات الواجبة المفروضة هذا مكروع عند الإمام يكرهه الإمام ويكرهه الله طبعا ولا بأس به في النافلة صحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز المريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار فإن التقييد جواز الاقتصار على الفاتحة في حالة الصحة فلا بد من آية أخرى وإذا قدمها هلأ جينا إلنا هذا صار الترتيب الله أكبر بعد النية كبرنا دخلنا بالصلاة يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم صورة كاملة بعدها هلأ جينا للهون إذا إجا مكلف من المكلفين قدم صورة الإخلاص على فاتحة الكتاب في الصلاة أو صورة القدر على فاتحة الكتاب ماذا نصنا وإذا قدمها يقدم السورة عليها لاحظ الضمائر على فاتحة الكتاب عمدا استأنف الصلاة يهدم ويرجع يكبر ويعيد الصلاة يستأنف يعني يهدم ما كان فيه ويأتي به من جديد لأنها زيادة عمدية توجب الصلاة فيستأنف الصلاة هذا المكلف من جديد هذه بصورة التعمد الدمى كبر بلش بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قدم هو عارف وأخر الفتحة من إله اهدموا عين طيب إذا قدمها شهوا لا شهي بلش بسم الله الرحمن الرحيم إن نزلناه في ليلة القادر وإذا قدمها الصورة الثانية على فاتحة الكتاب سهوان قبل أن يركاع وذكر قبل الرقوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها بعد الصورة يعني قرأ صورة القادر ثم قرأ فاتحة الكتاب قبل الرقوع انتبه بهذه المسألة أعاد الصورة فقط لماذا لأنه لاش بدوا يعيد الصورة لأن الصورة التي أتى بها فاتحة الكتاب الفاتحة لأن الصورة التي أتى بها قبل الفاتحة أول شغلة شو هي هي قبل الفاتحة شو أرى صورة القادر هذه صورة القادر أتى بها قبل محلها فحكمها حكم العمد ولأنها زياد سهوية لا عمدية فلا فلا نحكم ببطلان الصلاة من الزلة منزلة العدم منقل له انت قرأت الفاتحة قبل الركوع الآن بعد عندك محل فضل جيب الصورة الثانية وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ الصورة بعدها لا إذا كان هوني بعضه ما قرأ الفاتحة لم يصل إلى قراءة صورة الفاتحة هو قرأ النازلناه في لات القدر وشاك منقل له اقرأ الفاتحة ورجع جيب صورة ثانية وتمم ركوعك وإن ذكر بعد الركوع في حال السهو مضى طبعا نحن بالعمد بيبطل قبل الركوع بالسهو إذا التفت قبل الركوع يتدارك إلنا من نزل الصورة الأولى الصورة الثانية الذي قرأها أولا منزلة العدم هو جاب بعد منها صورة الفاتحة منقل له تفضل جيب صورة ثانية وكمن وإذا كان بعضه بشقار الفاتحة منقل له هذه احزفها اقرأ الفاتحة يعني هذا كله حركة ذهنية بتصير بالذهن ويقرأ الصورة الثانية ويرقع طيب إذا كان التذكر والحالة ارتفاع السهيان عنده والنسيان كانت حينما تلبسه بالركوع أو بعض الركوع بلش بالركوع أو بعض الركوع فإن ذكر بعض الركوع في حال السهو مضى في هذا الأمار ولا شيء عليه لحديث لا تعاد لأن القراءة ليست من الخمس التي تعاد الصلاة لأجلها ولأن محل التدارق ما قلنا كتفات دخل بالركوع أو خلص منه لأنه دخل في الرقن ونسي جزءا صابقا عليه وقد مدى محله ولا يمكن تداركه وخلصنا لأنه لو تداركه يلزم الزيادة في الرقن شوف في الرقن لحي يصور عندي رقوع جديد زيدي رقني فتبطل الصلاة فيمضي في صلاته وتصح صلاة وكذا إذا نسيهما الفاتحة والصورة أو نسي أحدهما سواء الفاتحة أو الصورة الثانية كمن نسي الفاتحة وقرأ الصورة أو قرأ الفاتحة ونسي الصورة وذكر بعض الركوع بعض الركوع كان تذكر لأنه قبل الركوع يمكن التدارك فنقول له فيمضي في صلاته وتصح هذه الصلاة لحديث لا تعاد لأن القراءة ليست من الأمور الخمسة التي تبطل الصلاة وتعاد الصلاة لأجلها ولا يمكن التدارك لفوات المكان هذا والحمد لله رب العالمين مسألة خمسمائة وسبعة وتسعين تأتي السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد